موسيقى طيب خلينا نقول الحقيقة انه انبارح قلت لحضراتكو انه لا يمكن ان تصل الاخلاقيات داخل النادي الاهلي الى التهديد والسباب والقصف والتطاول على من يموت بصلة للنادي الاهلي وقلت بامانة شديدة جدا وبوضوع شديد جدا انه احد الاصوات الداعمة لمجلس ادارة النادي الاهلي تطاول بشكل الحقيقة مسيق للغاية على كابتن محمود الخطيب وعلى النجوم الكبار كابتن ماهر همام وكابتن شريف عب منع ام وانا وغيرنا الحقيقة وهدد قال حنجيب من البطنية ناس يضربوا كابتن خطيب وضربوا الناس وقال كلام كتير جدا جدا وقلت الحقيقة ان التسجيلات موجودة لا يصح ابدا ان يكون في ندوة منعقدة لنتمتش الاهلي والوداد المباراة النهائية وندوة لقائمة المهندس محمود طار في الوقت المهندس محمود طار راجل حيبقول انه الحديث عن الانتخابات دلوقتي يبقى خيانة وكان في ندوة لقائمة داخل الناد الاهلي ثم بيقوم واحد من الاعضاء وليه وجهة نظر وهو حر تماما في تأييد هذه القائمة ثم يتناول بالسباب والتطاول والخروج عن النص بشكل وقح مجلس ادارة الاهلي السابق وايضا الكابتن محمود الخطيب ثم يقوم احد المرشحين يقول له انحني لك احتراما داخل الناد الاهلي يعني لا ما تنحنيش احتراما يعني تخرج برا الناد بس اتفرجتوا على الفيلم البطنية قبل كده بجد والله اتفرجتوا عليه ولا لما الفنانة الجميلة نادي الجندي قالت انا بالروية ومحدش اقدر عليها والله العظيم عيد اكسن بالله العظيم عيد يا جماعة يعني قاله هجيب بتنم البطنية communications ما عرفش هبيتكلم على مين اجيب بتنم البطنية ويروحوا يضربوا رموز الاهلي ومش عارف كابتن خطيب انا هتكلم عن نفسي اكسن بالله اعلن احترامي الشديد لكابتن محمود الخطيب في العديات الخاصة اقول لانا عايزه اقول انتمائي واعد مع زميلي واعدو استبيتي واعدو استقسريتي واعدو است اي حد عرفه اقول لانا عايزه كلنا كده مش شدي لوحده كلنا صح ولا ايه لكن ده لو واحد فكر لو واحد فكر اقول لكم على حاجة لو مي يفكره حد يفكر كده يعمل مع الكابتن الخطيب يبص بس لكابتن محمود الخطيب او غيره اكسم بالله لان في ديب قلبنا مش كلام اصل زي دول بعضو يهلفطو ويجروا زي ما جريتوا بلكده بالمناسبة لكن اتربنا على كده في النادي الاهلي اكسم بالله لقف للكابتن محمود الخطيب اول واحد مدام انا بشرح لكم اللي ده مجازا ده حيحصل لكن انا همشي وراء اللي انتم شفتوه ده عبدو القماش والفل والحاجات دي ماشي فلو الكابتن محمود الخطيب حد فكر يقرب ولا يعمل اللي احنا بتسمعه الغريب علينا ده والله لأول واحد اكون حاطت رقابتي مكان الكابتن محمود الخطيب ومش كلام لان بالنسبة لنا ده قيمة كبيرة جدا اخلاقيا وككورة ومين ما يحبش محمود الخطيب مين الكابتن محمود الخطيب مين ما يحبش يا جماعة تكلموا ازاي لكن من حقك كاعلام تظهر بعض الامور للناس ده شغل لكن انا ده رأي اخلاقيا احترام كل اهلوية بيحبوا رمز من رموز النادي حاجة مشارفة حاجة محترمة فتقولي بطنية ده مصمم اقلبها اخناقة انا بتكلم بجد والله بطنية ايه يعني لو الناس اللي عايزة تجيه فكرت روح مغيرة جايبة من المطارية مش هينفع يعني طيب ما انا وحمش عن الكلام ده طيب لو فكروا اقول ايه بس يعني انا عرف المطارية رجالة وكلهم اهلوية ده هم جمهور الاهل يبل اي حد مش هسأل لكن عايز تقلبها اخناقة ليه يقولك اتنم البطنية وبيشتموا الرموز وحيجي تنم البطنية يضربوا كابتل شب عبد مينعم الراجل بيشرفنا ده اخونا كبير مين ايه ده والله بجد انتم صدقين الكلام ده بتقعدوا تصدقوا ده الاسف فيه ناس بتصدق والله العظيم فيه ناس بتصدق والله العظيم فيه ناس بتصدق يقولك فيه ناس بالبطنية طب يعني عايزيني اقولي طيب ارد اقوليه على كلام زي ده قولوا لي وانا اقول انا بستشركوا وبستعين بجماهير الاهلي وعضاء جمعات الأممية المحترمين انتوا بتشوفوا الكلام ده اتربينا على الكلام ده يعني بلاش انا بعدوني عن الموضوع حد اهلاوي اقدم مننا شاف الكلام ده بطنية ومش عارف ايه مش عايز اقول مناطق لان الناس كلها رجلة ومحترمة حتى الحتة الشعبية اللي احنا تلعنا منها ولاد اصول مش يروحوا جوا ناديهم يعبسوا جوا ناديهم دي النقطة الاولى ف يعني لو ما احنا لو ده سبب اللي احنا ما بنتغطاش واحنا بالنام لأ نتغطى كويس لان ده عيب بجد والله مش الاهل يا جماعة عيب مش ما عنديش حاجة اقولها يعني ما عنديش رد غير اقول لو كابتن محمود الخطيب حد فكر فكر يقرب ده في ملايين لكن اللي احنا بنعبس به وهل خلانا اخدها من جانب تاني زي ما في اشخاص بتحاول تسي ل الكابتن لمحمود الخطيب وخلانا اتكلم بصراحة او في بعض الناس ممكن تتجاوز في السوشيال ميدي لكن ده مش معناه اللي دي قاعدة طيب دي واحد اتنين والنحية التانية في ناس عايزة تتصدر ما شاء تذلمتوا بتشوفوه عشان يتجاوز في الناحية التانية مش ده اهو لكن لكن والله 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 تاني كل اللي كان من الاحترام للكابتن محمود الخطيب نقول ايه تاني طيب ومش خايفين من اهل اللي احنا نتكلم في اي حاجة لكن يتقال بطنية وحتى على مستوى القايمتين يا جماعة القايمتين يقبالوا ببطنية وسبتية وهندية وكلام ده ايه لأفلام الهندي دي يا جماعة عيبة جماعة بجد والله العظيم والبعض يصدق واقسم بالله انا عارف المناطق دي كلها رجال انا باعش اروح المناطق دي كلها لكن الرجال بمعق يقولك بطنية يا جماعة عيبة يا جماعة والله العظيم فكروني جزئية تانية من الكلام كان فيها ايه اه النادوة حد بيشتم اقول لكم على حاجة فريق عملي في كل الندوات موجود هنا وهنا واللي انتوا سمعتوه كذب يعني كذب يعني كذب ما قدرش اقول اكتر من كده مين حد يتجاوز في حد طب ماه الندوات التانية كان فيها جملة انا الفريق العمل اللي بلغني اتقال فيها جملة اللي مش عارف ايه والمبنى دوت والوزير هو اللي دفع الفلوس وزير دفع 12% من فلوس احنا عاديين هنا باننا سنتين ثلاثة عارفين معنا الحاجات بنرجع لها الاوراق معنا فدفع 12% يا خليكم فخورين بناديكم قول لي ده كويس وقول لي ده كويس قول لي ده كويس وقول لي ده كويس بلاش قالوله وقاله قالوله وقاله ده هم بيقولوا على دول ما عملوش ما طوروش طب ما انت عرضت في فيديو في اهلي مدينة ناصر اللي كابتن بيسا جايب اطفال ما تعرض فيديو لعضو جامعال اميه هو بيشت اعضاء الجامعال اميه عندنا ناس محترمة ما بتقبلش وذكرت بموقف في الانتخابات اللي فاتت كنت قاعد مشاهد ولما حصل تجاوز منك ضد الكابتن طار الناس نطط ما بتقبلش كده جوه الاهلي ما بتقبلش عضاء الجامعال اميه ما بيقبلوش بيحترموا الجميع يا اخي يسيبوهم يختاروا اللي عايز يجيب حاجة اللي عايز يجيب اي حد يجيبو مناش دعوة انا ليه هقول في السندوق وبروح اتابع وقف اتفرج واقول ولما هاعلن انا عايز مين المشكلة بصوا جماعة حب الكابتن محمود الخطيب واحترم محمود طهر واحب محمود طهر واحترم الخطيب مش ده الاصول لكن ايه ده تدخل النار لو قلت فلانه وهنا هتدخل الجنة والعكس عشان ما ايه محدش زاد علينا بنخل بالنا من كلامه ايه الحرب دي انتو اودتكو يا جماعة بالزبط القناة دي بالصحف دي كلام واحد ما بيتغيرش لايحة استرشادية لايحة مهلبية وتقال فيها كلام انا عرضتلكو الاهلي كان عنده حق بقى بعد اما اختلفوا مع بعض لكن دورنا قناة نادي قناة فقاوية نقف جنب ندينة ونخل بالنا عليه ونحمي جمهوره ونحمي اللي بنديره يا راجل لما سمعت الشتيمة قبل كده ثلاث سنين ساهمت في الشتيمة في الناس ما قلتش عيب ما قلتش عيب دي هتبقى على فكرة انا قاسف هخرج بقى من نهاية القصص دي بحاجة اكيد لكل الشعب المصري بقى بعيد عن الكورة فاكرين لما كان الشباب الصغير بيقف ابتدى يعمل العصايا ويجيب في اخرها سكينة ويعمل لي فيها اللي هم لجان في الشوارع فاكرين لما كل كلنا بننزل مع بعض ونعمل سندوتشات ونتعرف على بعض اكتر واحنا ما كنناس نعرف بعض ججران فاكرين لما شباب ابتدى يمسك شومة واللي يمسك مسدس واللي يمسك خرطوش ويبتدى يفتش الناس في الشوارع كنا بنقول احنا راحين لدنيا صعبة جد فبالتالي اعدنا نعاني لغاية النهارده من الاخلاقيات صح ولا غلط النهارده اعدتوا شتيمة 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 اهلنا منصب رئيس الاهلي فاللي جاي حيعاني وخليكوا فاكرين كلامي ساعة لما نبقى احنا بنستجم كده معدى ومعدى هنروح نستجم بالمناسب عشان هريحكم تمام هتبقى سنة مش حميدة لان احنا سمحنا بيها لما تيجي تقول غير كده هيقولك لا انت متلون انت كتب لكده بتقول غير كده صحة ولا مسصح نروح نشوف السندوق اللي بعد كده فيه